احباي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اسأل مدرب حياة مسيحية سؤال قوي جدا بتاع نهاردة بنشكر اللي بعت هلنا بتقول لاني واضح انها واحدة ست من السؤال بتقول كنت في مصر اعمل في مركز محترمة وبدرس ونفسي اخد الماجستير جيت هنا اتجاوزت ومليش اي طموح سؤال حلو انا كنت في مصر بشتغل شغلانة حلوة خالص بركز محترم وبدرس وجيت هنا اتجاوزت ومليش اي طموح الانسان مننا انا مقدد طبعا اللي انت بتقوليه الانسان مننا عايش دايما في كل مراحل حياته طبعا لترتيب القيم اللي عنده القيم يعني ايه الاولويات اللي عنده فانا عندي اولويات انت فكرتين دلوقتي بقصة حكها لك حكها لك حالا دلوقتي انا عندي اولويات الاولويات بتاعت شكلها ايه نمرة واحد وبعدين اتنين وبعدين تلاتة وبعدين اربعة فانت في مصر كانت الاولويات عندك طبعا الشغل ونحية المادية المركز حاجات مهمة البوزيشن بتاعك ده حاجة جميلة تمسك تاخديل الماجستير لما جوزتي الاولويات اختلفت ترتيبها ما بقاش الماجستير نمرة واحد كنت بدرس مرة في مكان الاماكن وبعدين بنت قلتلي نفس الكلام في الخطوبة قلتلي انا عندي مشكلة كبيرة خلطت مع خطيبي انا مصمم هاخد الماجستير وهي بقول لأ نتجوز ما فيش دراسة بعد كده فانتجابي اقول لها يا بنت الماجستير الجواز اهم الجواز اهم الجواز اهم فحتى لغاية النهاردة اللي ما ببعت لها على الفيسبوك بقول لها مساميها كده الجواز اهم الجواز اهم تقول لي خلاص بعد كده انا متأكدها من كلامك فعلا معاك حق ان الجواز اهم فدلوقتي انت متجاوزها حلوة جدا يكون عندي طموح حلوة جدا يكون عندك حاجات عايزة تعمليها بس ما تبقاش على حساب الاولويات الاولى الاولويات الاولى جوزك ولادك خدمتك حاجات كتيرة وبعدين حتة الماجستير فانا مقول كيش انتي حاجة مصطح مقول كيش ان نزيجد نتاعك دي position عالي دي حاجة مصطح حاجة صحة وكل حاجة بس ليها ترتيب انا عايز اقولك نصيحة مهمة جدا لكل السادية المشاهدين ما تضحيش بحاجة ليعتياج عندك عشان حاجة انت بتحبها ما تضحيش بحاجة انت محتاجها عشان حاجة انت بتحبها عيش باولويات مختلفة حلو جدا انك انت عايز تثبت ذاتك حلو جداً أنت عايز تمارس الهواية بتاعتك لكن ما تبقاش على حساب شغلك حلو جداً اكتخذ الماجستير مش على حساب جوزك مش حساب أولادك مش على حساب الخدمة بتاعتك نغير ترتيب الأولويات شكراً جزيلاً